تصدرت مصر قائمة أقوى عشر دول إفريقية من حيث قيمة العلامة التجارية في العام 2024 وتتمتع بأعلى قيمة العلامة التجارية الوطنية تحتل المرتبة الـ 41 عالمياً وفقاً لتقرير مؤسسة براند فينانس عالمية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية تشير العلامة التجارية الوطنية للدولة المصرية إلى القيمة الاقتصادية والتسويقية التي تمثلها الدولة في أعين المستثمرين والسياح والمكتبع الدولي وتشمل هذه القيمة السمعة والهوية الثقافية والاستقرار السياسي والمناخ الاستثماري بحثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رني المشاط إجراءات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموزنة وخلال لقائها مع ممثلي بعثة المفوض الأوروبية ثمنت المشاط التعاون المثمر والمكثف بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والجهات والوزارات الأخرى وممثلي الاتحاد الأوروبي على مداري ستة أشهر للانتهاء من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص وجه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمة بأهمية الالتزام بالمعايير العالمية لإمن الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في ظل سياسة مزيج الطاقة الكهربائية لتلبية طلب المتزايد جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة لمحطة توليد كهرباء العين السخنة بقدرة 1300 ميجاوط بمحافظة السويس وذلك في إطار الجولات الميدانية والزيارات التفقدية المفاجئة لمختلف مواقع العمل وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وجه وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق بعمل تخفيضات 10% على جميع السلع الغذائية بجميع فروع منافذ المجمعات الاستهلاكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم كما تم توجيه باستمرار العمل في جميع المجمعات الاستهلاكية يوم الأحد بشكل طبيعي مع طرح جميع السلع بتخفيضات 10% في كافة المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية عقد وزير البترول والثارة المعدنية كريم بدوي جلسة مباحثات مع باتريك باين الرئيس التنفيذي لشركة توتال انرجز عالمية بمقر الشركة في باريس وذلك على هامش مشاركة نيابة عن الرئيس عبدالفتاح سيسي في القمة التاسعة عشر الفرانكفونية والتي تنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال يومي الرابع والخامس من أكتوبر الجاري شهد اللقاء استعراض موقف تقدم الأعمال والفرص المتاحة للاستثمار في قطاع البترول وخطة الشركة الاستثمارية خلال الفترة القادمة في مصر في البحث والتنقيب وإنتاج الغاز الطبيعي وسبل تحسين وزيادة معدلات الإنتاج من الغاز في منطقة تنمية باشروش بالبحر المتوسط كما ناقش سوب الاستفادة من الفرص الجديدة المتاحة في مجال البحث عن الغاز الطبيعي في ضوء المزايدة العالمية الجديدة في أنصاق البترول العالمية قفزت أسعار النفط وحققت أكبر مكاسب أسبوعية في أكثر من عام وسط مخاطر متزايدة من نشوب حرب في الشرق الأوسط وذلك رغم تراجع بعض المكاسب بعدما نصح الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل بعدم استهداف منشآت النفط الإيرانية زادت العقود الأجلة لخام برينت بنسبة 6 من 10% لتصل إلى 78.5 دولار للبرميل كما ارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكسس الوسيل الأمريكي بتسعة من 10% إلى 74 دولار وثمانية وثلاثين سنة للبرميل وارتفعت أسعار المزيدة عالميا هي الأخرى بنسبة 1.900% لتصل إلى 2.31 دولار لليتر في المقابل تراجعت أسعار الغاز الطبعي بنسبة 3.91% لتسجل 2.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية حضر بنكو جولدن مانا ساكس الأمريكي من أن أسعار خام النفط قد تسجل ارتفاعا بمقدار 20 دولار للبرميل في حال تعرض انتاج النفط من إيران إلى ضربة وأكد البنكو أن التقديرات تشير إلى أنه في حال تم تعليق انتاج مليون برميل في اليوم من الانتاج الإيراني للنفط فإن ذلك سيترتب عليه ارتفاعا كبير في الأسعار خلال العام القادم قال المحللون إنه في حال ضربة إسرائيل صناعة النفط في إيران فقد تصبح انقطاعات الإمدادات في مضيق هرمز مصدر قلق كما هددت تهران في وقت صابق أعلنت حكومة سيرلانكا الجديدة أنها صدقت على التفاق نوقع الرئيس السابق مع الجهات الخاصة دائنة لإعادة هيكلة بيون بقيمة 12.5 مليار دولار من سنة دات السيادية شهدت سيرلانكا في عام 2022 أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها أدت إلى تخلفها عن سداد دينها الخارجي والبالغ نحو 6.40 مليار دولار بسبب النقص في العملات الصعبة لتغطية واردتها من المواد الغذائية والوقود والأدوية وغيرها وحصلت سيرلانكا العام الماضي من صدوق النقد الدولي على خطة إنقاذ بقيمة 12.9 مليار دولار مشروطة بتدابير تقشف صارمة وإعادة هيكلة لديونها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة